نجاح التهديئة في اليمن لا يزال غير مضمون خلاصة انتهى إليها تقرير لجنة الإنقاذ الدولية برئاسة وزير الخارجية البريطانية الأسبق ديفيد ميليباند والتي حذرت من إضاعة فرصة السلام وذكرت الأطراف المتحاربة وعلى الأخصة السعودية والإمارات والحوثيون بأن عليهم أن يختاروا التوجه نحو السلام التقرير الصادر الثلاثاء عن المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها وضع الدول الفاعلة دوليا أمام خيارين اثنين إما الدعم الدبلوماسي الجاد لمفاوضات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة وجمع المكونات السياسية اليمنية كافة في هذه المفاوضات أو مشاهدة اليمن ومواطنيه يغرقان في دوامة من الاحتياجات الإغاثية والإنسانية تقرير المنظمة أشار إلى أن الحرب في اليمن وصلت إلى مفترقة طرق للمرة الأولى منذ سنوات وأن على المجتمع الدولي وخصوصا أعضاء مجلس الأمن الاستفادة من الوضع الجديد لإنهاء أكبر أزمة إنسانية يشهدها العالم محذرا في الوقت نفسه من أن الفشل في إنهاء الحرب سيكلف المانحين 29 مليار دولار من المساعدات الإنسانية إن استمرت الحرب لخمس سنوات أخرى وهو ما يتجاوز الميزانية المخصصة للمساعدات الإنسانية عالميا ووفقا للتقرير فإن استمرار الوضع الحالي سيحتاج اليمن معه لعشرين عاما أخرى للوصول إلى مستويات ما قبل الحرب فقط فيما يتعلق بتغذية الأطفال وذلك ضعف المدة المتفق عليها لإنهاء سوء التغذية حول العالم رئيس لجنة الإنقاذ الدولية ديفيد مليباند عبر عن اعتقاده بوجود فرصة نادرة للسلام في ظل التطورات الأخيرة المتمثلة في وقف إطلاق النار وإطلاق صراح المعتقلين والدفع الأخير لمفاوضة السلام في القنوات الدبلوماسية الخلفية فضلا عما يمثله توقيع اتفاق الرياض من فرصة لتجاوز الانقسامات السياسية في الجنوب والدفع بمباحثات سلام أكثر شمولا على حد قولها لكن الوزير البريطاني الأسبق ديفيد مليباند لفت إلى أن بلده التي تقود الجهود الدولية في اليمن قد تضيع الفرصة الحالية بسبب الانقسام الداخلي حول بريكسيت والتبدلات العشوائية في سياساتها بالشرق الأوسط مليباند دعا بلاده إلى تكتيف جهودها الدبلوماسية لإحلال السلام في اليمن وطالبها بمنحة أولوية لهذا بعد الانتخابات العامة المقررة في 12 ديسمبر الجاري وجعل إقرار السلم اليمني على رأس سياساتها الشرق الأوسطية عام 2020